الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يهتمون ولقد فتن الذين من قبلهم فيعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون سيئات أن يسبقون مأساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لأنس وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعمروا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنها وإن جاهداك لتشرك بيما ليس لك به علم فلا تطحهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقول إن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفرون الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا والنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليعملن أفقالهم وأفقالا مع أفقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم الفسلة منا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتخلقون إذكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكرونه إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذبوا من من قبلكم وما على الرسول إلا البلاء المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل زيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ونقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النهار إن في ذلك لآيات لقومه يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعطا ومأواكم من نار وما لكم من ناصرين فآمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وذهبنا له إسعاب ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين والموطن قال لقومه إنكم لتأتون الفاهشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اغتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على الغوم المستدين ولما جمعت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا إنا مهلفوا أهل هذه القرية إن أهلنا كانوا ظالمين قال إن فيها نوطن قالوا نحن أعلم بمن فيها لنمجينه وأهله إلى مراته كانت من الغافرين ولما أن جاءت رسلنا نوطن سيئة فيهم وضاف بهم درعا وقالوا لا تسف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إن لمراتك كانت من الغافرين إنا منزلون على أهل هذه القرية لجزا من السماء بها كمن يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبها فقال يا قوم عبد الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه باغذة وجبة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وزمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مسترصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بدمبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغربنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عن كبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت عن كبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها لا إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية من أمين أتن ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنمى على الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ضرروا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ومحولا ومسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها أولى النائم يؤمن به وما يجحد بآياتنا لا إلا الكافرون وما كنت تتنو من قبله من كتابه ولا تخطه بيمينك إذا لرتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا لا إلا الظالمون وقالوا له لما أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بوطة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقوله ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فعبدون كل نفس ذائقة المنوث ثم إلى هنا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنقو أنهم من الجلة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العابين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي دابة لا تحمل رزقهنا الله يرزقها وإيانكم وهو السبيع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفتوا الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مغلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشيطون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتفطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفروا ومن أعلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم بثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ألفلانين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد ظلبهم في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون أولم يتفكروا في أنفسهما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقواء ربهم لكافرون أولم يتفكروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها لا أكثر مما عمروها وجاءت رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أسنعوا الصوء وأن كثبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزمون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يغلس المجرمون ولن يكن لهم من شركائهم شفعا وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم ساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضته يحفرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف وانزنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منعمكم بالليل والنهار وابتقاؤكم من قضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم الزرق خوفا وطمعها وينزل من السماء مآاء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قارتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثال الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم من لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نبصر الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أظلم الله وما لهم من ناصبين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبذيل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مهيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين طربوا ذي لهم وكانوا شيعا كنوا حذب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشرطون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كان به يشرطون وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أرى لم يروا أن الله يبسط لزغ لمن يشاء ويقضي إن في ذلك لآيات لقوف يؤمنون فآتد القربى حقه والمسين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفنحون وما آتيتم من لبل ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المطعقون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشيقون ظهر الفتاد في البت والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يوم الذي يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم ينهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا صالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الذياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الكلف بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبيلات فانتقمنا من الذين أجرمون وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترا ودف يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشناه من عباده إذا هم يستمشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحل الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوهم صرا لضيوا من بعد يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصند عنها إذا ولوا مدبرين وما أنت بياد العني عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليل القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير صنعة كذلك كانوا يفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا يوجع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعسرون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ألف لآيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة المحسنين الذين يقيمون الصلاة ويبتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولمائك لهم عذاب مهيك وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستفرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقررا فبشره بعذاب أليف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها أعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض غواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكرني لها ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ ظال نقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ورصينا الإنسان بوالديه حملكهم وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكرني ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به عين فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فانبركم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم فال حبة من خردهم فتكم في سخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على من أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب منك إن الله لا يحب كل مكتال فخور وقصد في مشيك واضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبب عليكم نعمه ظاهرة وباطلة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أبناء أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجههم إلى الله وهو محسن فقد استمسك في العروة المسقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فليحزن ككفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملون إن الله عليم بذات السدور نمتعهم غليلا ثم نضطرهم إلى عذاب الظلير ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أنها في الأرض من شجرة أطلا والبحر يمده من بعده سبعة أبعو ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل من يجري إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكم لصفار شكور وإذا غشيهم موج كالظل لدعا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البل فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا موجود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أهلانين تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبله لعله يتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم سوا على العرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سلة منا تعدون ذلك عالم الغيب وشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفغ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا طللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بالقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي أُكِل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى رائد المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وزمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقعون ولو جئنا لآتينا كل نفس الهدى ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس يجمعين فذوقوا بما نسيت لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خلوا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ستجافى جنوبهم عن المطاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أغفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فزقوا فمأواه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وخيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنهيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات رفي ثم أعرط عن هذا إن من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا في آياتنا يوقنون إن ربك هو يصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كم أهلتنا من قبلهم من القرون ينشون في مساكرهم إن في ذلك لآياتنا فلا يسمعون أولم يروا أننا نسوقوا الماء إلى الأرض الجلز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفنا يرصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينضرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صلاة الوطر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعين إذن صراط المسقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضانين آمين قل هو الله أحد الله صمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارق لنا فيما عطيت وخنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يغضى عليه إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي لك الحمد على ما قضيك نستغفرك اللهم ونتوب إليه اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تهتنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخصأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طافة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قنصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم وتب علينا إنك أنت التوان الرحيم واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا رحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين اشتركوا في القناة